مشاريع إنسانية عدة نفذتها دولة الكويت ولا تزال في كافة بقاع العالم محطتها هذه المرة كانت في العراق وتحديدا بمحافظتي نينوى وصلاح الدين حيث نفذت مشروع تمكين الأسر العائدة من النزوح وتشجيعها على الاستقرار في المناطق المحررة هذا المشروع يأتي في إطار حملة الكويت بجانبكم لإغاثة أبناء الشعب العراقي والمستمر منذ سنوات في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الكويت لمد يد العون للمحتاجين جرى تنفيذ مشروع توزيع السلات الصحية وأدوات الطبخ على نحو أربعة آلاف عائلة لمساعدتها على الاستقرار في المدن المحررة بمحافظتي نينوى وصلاح الدين بجمهورية العراق إضافة إلى فتح الدورات والورش التثقيفية لتقديم الدعم الصحي والتعريف بمخاطر فيروس كوفيد 19 ينقص هذا البرنامج إلى قسمين القسم الأول هو محاضرة توعوية طبية صحية تبدو أهميتها جلية خاصة في هذا الظرف الذي يمر به العالم أجمع حيث وباء كورونا الذي يشتاح جميع العالم هذه مناطق الفقيرة وهذه العوائل البسيطة بحاجة إلى هكذا معلومات تثقيفية وإن كانت بسيطة بالنسبة لنا إلا أنها أحدثت فرقا كبيرا لدى المستفيدين الشق الثاني هو توزيع المساعدات كما ذكرنا هنا هي مساعدات أواني طبخ ما تنفذه دولة الكويت من مشاريع إنسانية يسهمه بشكل كبير في مساعدة الأسر على الاستقرار والتعامل مع مستجدات الوضع الصحي للحد من الإصابة بالفيروس تم اختيار العوائل بناء على مواصفات معينة هم الأرامل والعوائل الفقيرة العائدة من النزوح دولة الكويت اللي قدمونا هذه المساعدة وقدمونا هذه الإثقاثة مالتهم ونطعنا محاضرة معاها ونشكرهم جزاهم الله ألف خير والله يبارك بيهم وإن شاء الله ميزان حسناتهم يوما بعد آخر تجسد دولة الكويت الالتزام بمواقفها الإنسانية تجاه المحتاجين ولم تدخر جهدا في سبيل تنفيذ تلك الالتزامات الإنسانية التي جبلت عليها والتي منحتها عن جدارة لقب مركز العمل الإنساني العالمي من مدينة الموسى العاصم الحمداني تلفزيون دولة الكويت